موجات الولفي واحدة من الاستراتيجيات المحمبة في التداول نظرا لشفول التكوين النموذج او الموجات بتاعتها وكمان وضوح الهدف بشكل سهل بدون تعقيد النهاردة هنكون بنشرح استراتيجية التداول باستخدام الولفي ويف وهنتكلم عن طرق الدخول والخروج اهلا بكم معكم يوسف عزف من قناة اكاديمية تاسي ومفكر حضراتكم تقدروا تتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي وتسوفوا كل تحديلاتنا والدروس التعلمي دلوقتي يلا بينا نبدأ ونبدأ مع حضراتكم بشار موجات والفي وهنتكلم عن نوجات والفي اللي بتشبه نحط كبير نوجات اليوت وازاي نقدر نكون بدلقها من موجات صح وازاي نعرف الوقف بتاعنا والهدف بتاعتنا واهم طبعا نقطة هي نقطة الدخول موجات تولفي بتتكون من خمس موجات بتشبه لحق كبير الخمس موجات الدافعة من موجات اليوت وموجات تولفي بتيجي على حيئة نمازج سارية اما نموذج الوتد او نموذج العلم او ممكن نموذج البوق ايا كان النموذج اهم حاجة يكون التوقين بتاعنا صحف هو اهم حاجة يكون عندنا دخول مناسب بالشروط بتاعتنا خمس موجات بيتم تلكمهم زي ما اتشوف دلوقتي دي اول موجة رقم واحد رقم اتنين وهنا رقم ثلاثة وهنا رقم اربعة واهم موجة هي الموجة الخمسة الموجة الخمسة من صفاتها انها لازم على اقل تكون بتختارك الحد السفلي للقنادي او للبوق دا اللي تكون من الاسفل ولما تختاركوا الاسفل نقدر ندخل في صفقات شرائية مع تكوين شمعة او شمعتين سعادتين آآ للتأكين فآآ ده في حالة المسال او ده في حالة النموذج اللي بيكون هابط اللي بيدينا صفاقات آآ شراء آآ لازم نكون بنرقم صح من حلال الطبقين بتاعنا آآ واحد اتنين تلاتة اربعة آآ خمسة والموجة الخمسة زي ما اطلق حدثكم لازم تختارك حتى لو بدي شمعة صغير او طبعا خارج القناة الاسفل تماما نقدر بعد كان نقول ان دي كانت الموجة الخمسة بننتظر دخول السعر مرة اخرى فوق الحد السوفي الموضح امامنا ده عشان نقدر نكون صفقات شرائية فهيكون نقطة الدخول بتاعتنا بمجرد ما الاسعار ترجع مرة تاني داخل القناة السعرية او الوتد او البوق اي ان كان النموذج الموضح آآ معنا وانتو زر شمعة او شمعتين صاعدتين ده هتكون نقطة الدخول الخاصة بنا طيب الوقف هيكون فين الوقف هيكون اسفل اخر قاع متاح عندنا وهيكون القاع ده وعندنا بقى الاهداف هنقدر نكون بنجزقها ولكن واحدة من الامور الجيدة جدا ليه موجات اه الولف هو بتدينا الخط الواصل ما بين الموجة رقم واحد موجة رقم اربعة لما نوصلهم ببعض ده هتكون الاهداف بتاعتنا يعني هنا هو لما نوصل بالشكل ده كده الموجة رقم واحد بالموجة رقم اربعة عند وصول الاهداف للمستويات دي ليه تكون اهدافنا فهيكون عندنا دخولنا هيكون من المستويات دي بعد كده اه هيكون اه الوقف بتاعنا اسفل اه المستويات دي وهيكون عندنا اول هدف ممكن عند الموجة او عند الموجة رقم اربعة اللي كانت هنا تاني هدف الموجة رقم اتنين طبعا هنا هم متقربين ولكن ممكن في اسكال تانية يكونوا متبعدين واشر الهدف وهو عند الخط الواصل للموجة بين واحد لاربعة بعضا احيان بيكون اسر الهدف هي الموجة رقم اتنين هنا حسب تكوين النموذج حسب زاوية حدة ولا منفرجة له طبعا ده بيسرق ولكن دولة تلات اهداف اللي احنا نعمل بركز عليهم هنا هتكون الموجة اربعة هنا هتكون الموجة اتنين وهنا الخط الواصل بين الموجة واحد والموجة اه اربعة ده بيكون الهدف تالت بتاعنا او ده بيكون الهدف اه للنموذج طبعا زا ما حتنا سايفين الاسعار وصلت ليه الحد او ليه الخط الواصل ما بين الموجة واحد والموجة اربعة وامددت كمان اهدفها لما اه بعد زاين تعالوا نشوف نموذج هوبط هو نموذج في الاصقي نقدم عليها قناة سعرية صاعدة ولكن طبعا بتتيح لنا الدخول في بيع او تتيح لنا ان احنا نصرق خارج اه السوق زي ما احنا شايفين هنا تقريبا بنتكلم في قناة سعرية صاعدة او ممكن يكون نموذج البوق اي ان كان اه المسمى لكن اهم حدد التركيب عندنا اه اه الموجة رقم واحد وهنا اتنين وهنا تلاتة وهنا اربعة زي ما بنا شايفين هنا بقى الاسعار اختارة تالحمد العلوي لقناة لاعلى واول ما يحصل ده نقدر نتأكد ان خلاص ده نموذج وولفي مدام الاصعار خربت بالشكل ده نقدر لون اللي ده نموذج وولفي ده كده تركيم الرقم حمسة هنا عند المستوى ده دخولنا هيكون اه ممكن طبعا حدد يكون عايز يدخل من بدري ويدمن مكاسب اكبر ممكن يكون مع بداية سمعة او سمعتين هبطتين حتى لو من برة اه النموذج ولكن طبعا ده بيكون الدخول اللي فيه ريسكة او اللي فيه مجاسبة ولكن طبعا لزادة التأمين بننتظر معاودة اه الدخول الاسعار مرة تانية داخل النموذج او داخل الحد العلوي لقناة عشانا ده بندخل في صفاقات بيع او حتى لو دي شارت خروج من اه اه السهل طبعا الوقف بتاعنا هيكون اعلى اخر كمة واهدفنا هتكون زي ما قلنا قبل كده هيكون عندنا الموجة رقم اربعة والموجة رقم اتنين والخط الواصل ما بين واحد لاربعة زي احنا شايفين هنا اه فزي احنا شايفين الاسعار اه وصلت للخط الواصل بين واحد لاربعة وشايفين هنا كمان بتعامل معاملة الدعم يعني بمجرد ما وصلت للخط الواصل ما بين اه الموجة واحد للموجة اربعة شفنا صعود من الخط ده كانه الخط دعم يعني بالمين يصعد منه فممكن برضو نعتبره قط دعم ونشتري منه ولكن بالأكد مرة ثانية دخولنا هيكون اما دخول حتى لو من وره اي قناة لكن الدخول الاقصى بتأمين هو فمجرد ما الاسعار تدخل داخل آآ القناة السعرية او النموذج السعر اللي نتكون امامنا وبرضه ممكن يكون دخول اقصى امانا هو بمجرد الاغلاق اسفل الموجة اللي هي هتكون الموجة ثلاثة مجرد ما الاسعار تغلق اسفلها ممكن ندخل في صفقات بيع او اه اي ان كانت تفارج من السهل المعين كالي احنا بنحلله وطبعا وقفنا هيكون اكثر اعلى كمة وهيكون اه الموجة اربعة والموجة اتنين والخط الواصل قبل الموجة واحد الموجة اربعة هي اللي بتعامل معاملة الاهداف ومنها كمان نقدر نشتري من الخط الواصل للموجة واحد الان اربعة زائد نشايفين حصل صعود قبل وبكده نكون انتهينا من شرح الاستراتيجية لو عندكم اي سؤال اي استفسار اكتبونا في التعليقات وهنكون بنرد عليكم ونشوفكم ان شاء الله في دروس تعليمية تاني